ننتقل إلى عالم الرياضة والحقيقة بطالي القصة اللي احنا بصددها هم أبطال في لعبة الكونج فو وماشاء الله بحققين العديد من الميداليات في بطولات مختلفة على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الأفريقي والمهم ان احنا نذكره كمان انه البطالين الجمالي اللي موجودين قدام حضراتكم دول عندهم تسع سنوات جانا ومازن ربنا يحفظهم يا رب عندهم من أصحاب يعني مرض السكري ومع ذلك التحدي ده ما أفهمش هم وقصوتهم باباهم ومبوتهم ما شاء الله استمعوا إلى نصائح الأطباء بأهمية ممارسة الرياضة بالنسبة لهم وبالنسبة لحالتهم الصحية فكانت ممارسة الرياضة مش مجرد هواية لكن الوصول إلى البطولات ويساعدنا أن هم ينضموا إلينا منا ومازن هنضمولنا عبر زوم جانا ومازن جانا ومازن يا جانا ومازن مساء الفل مساء النوم أخبركو إيه؟ الصوت مش واضح؟ الصوت قطع جانا ومازن سمعيني ولا لأ؟ طيب واضح أنه في مشكلة في الصوت نعاود الاتصال بيهم مرة تانية الحيانة بوجه تحية لجانا ومازن والباباهم ومازن لأنه باباهم ومازن هم بيحكوا القصة قالوا أنه هما صدموا لما عارفوا أنه هما الاتنين عندهم مرض السكر جانا ومازن ومع الاستشارات الطبية والمتابعة مع الأطباء استمعوا إلى نصائح الأطباء بأنه ممارسة الرياضة بالنسبة لجانا ومازن مهمة جدا للظرف الصحي الموجود عندهم هي مهمة بصفة عامة لكن كمان عشان موضوع مرض السكري وقد إنه ممارسة الرياضة دي بتصمام أمان بالنسبة لهم فكان الطريق أنهم بدأوا يمارسوا الرياضة والأب والأم كان حرصوهم مش بس على أنهم يمارسوا الرياضة وخلاص لا يشوفوا الرياضة اللي بيحبوها فالاتنين ارتبطوا بلعبة الكونجفو ومنها ومن خلالها انطلقوا إلى عائلة البطولات فبالتالي تقدروا تقولوا أنه من تحدي إلى صناعة البطولات وحصد الألقاب ما شاء الله لطفلين في زهو العمر تسعة سنواتهم الاتنين ربنا عفظهم يا رب ما شاء الله هما معنا يا جماعة ولا لسه؟ لسه؟ طيب على ما نوصلهم لما نوصلهم خلينا ده بلعبكم فوق كده في البيت كان مهم تشوف التدريبات بقى وهم الكؤوس والحاجات العظيمة بتاعتهم ربنا أحفظهم يا رب وبالمناسبة القصة دي احنا بنستحضرها ليه مش بس عشان نحييهم على المجودة هما والوالد والوالدة لكن كمان عشان دي سألة لكل الناس أهمية الرياضة أهمية الرياضة بغض النظر عن الظرف الصحي عامل زي طبعا بس شارة الطبيب أهمية الرياضة عشان العظيمة كابتال ناجوة اللي كانت منها ورانا بارح اللي بعد ما خلصنا الحلقة أصدقاء كتير لما شافوا الفقرة بقوا بيقولوا نفس اللي أنا بقولوا احنا عايزين نشوف البطاقة مش مسدقين إنها ما شاء الله الله أكبر ربنا دي الصح يا رب والله ما لا حسد يعني 80 سنة وبهذا بهذه القوة وهذه الإراضة بسم الله ما شاء الله الرياضة كنز يعني كنز صاحب أو اللي بيهتم بيها بتديله كتير جداً فأرجو دائما تهتموا بالرياضة وده موضوع حلم الكلم فيه على طول